انتقاد جديد من واشنطن لأوضاع حقوق الإنسان في مصر جاء هذه المرة على هيئة رسالة وجهها أعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إلى إدارة بايدن طلبوا فيها بتجميد جزء من المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لمصر على خلفية ما وصفوه بالانتهاكات الحقوقية وكتب النواب في رسالة أمس الخميس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن آلاف المصريين ما زالوا محتجزين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية. بمن في ذلك الصحفيون وناشط المجتمع المدني وسياسيون مشيرين إلى أنهم غالبا ما يتعرضون للانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي. وتبعت الرسالة أنه على الرغم من الإفراج مؤخرا عن عدد صغير من المعتقلين السياسيين فإن السلطات سجنت آلاف الأشخاص واستمرت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها. وذلك حسب الرسالة الموجهة. كما وطلب النواب إدارة بايدن بتعليق 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. البالغة 1.13 مليار دولار. حتى تقوم القاهرة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ينضم إلينا عبر الانترنت من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ويليم لورنس. وينضم إلينا عبر الانترنت من القاهرة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين. عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. ورحب ضيفية. وأبدأ بك سيد عماد. سيد عماد إذن كيف طبعت هذه الرسالة التي تتهم مصر باستمرار سوء أوضاع حقوق الإنسان. وتخص بالذكر اعتقال أو استمرار اعتقال آلاف المعتقلين على خلفية قضايا سياسية وذكرات الصحفيين وغيرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمين هناك عبارة يقولها المخرجون حينما يعيدون مشهدا سلمائيا. كلا كت خامس مرة أو عشر مرة. هذا هو الوصف الذي ينطبخ على هذا الأمر. بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي في سنوات طويلة وفي عهود مختلفة ليس فقط الآن. في طوال أيام حسني مبارك والآن مع الرئيس عفتح السيسي في كل عام قبل إقرار المساعدة السنوية الأمريكية العسكرية وقبل ذلك الاخصدية. كانت هناك هذه المطالبات. وفي النهاية كانت منظم هذه المساعدات تمرر لأن عدد كبير من أعضاء الكونجرس أيضا يقولون أن العلاقات في النهاية الإدارة الأمريكية تقول لهم أن العلاقة مع مصر استراتيجية. هذا أقول هذا الأمر. ولا أُنكر أن مسألة حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى بعض المراجعة. ولا أقول أن مصر تتمتع بسجد المثالي من حقوق الإنسان. هل تسرح لسيد عماد أن أستعير منك بدايتك لهذا الحديث؟ وأنا أقول لك هي كلكت أيضا للمرة ليست فقط الخامسة. ولكن ربما للمرة الخمسين أن تتم توجيه هذه الانتقادات لوضع حقوق الإنسان في مصر. وتحديدا وضع حقوق السجناء. واستمرار اعتقال أو سجن سياسيين أو أشخاص على خلفية سياسية. على الرغم من الوعود الكثيرة من مصر. وأبرزها كان وعد الحوار الوطني الذي كان من المفترض أن لا يبدأ إلا بعد غلق ملف سجناء الرأي ومن لم تلطخ أيديهم بالدماء والمسجونين احتياطيا. من الذي قال هذا الأمر سيدتي أن الحوار الوطني لم يكن ينبغي أن يبدأ إلا حينما يتم حل هذا الأمر. هذا غير صحيح. الحوار الوطني في اللحظة التي أطلق فيها الرئيس عفتاح السيسي أدعوى الحوار الوطني في 26 أبريل نيسان من العام الماضي. تم إعادة تشكيل وتفعيل في نفس اليوم وفي نفس القرار لجنة العفو عن السجناء بضم أعضاء جدد من أحزاب سياسية مختلفة وبعضهم كانوا معارضين. في هذا اليوم كان هناك بعض الذين تبع الإفراج عنهم حديثا حضروا أفطار الأسرة المصرية في هذا الوقت. وكان من بينهم الزميل خالد داوود في الكاتب الصحفي والناشط والسياسي في حزب الدستور. منذ هذا اليوم وحتى الآن جرى الإفراج عن أكثر من ألف ورمائة شخص من مختلفة القوى السياسية من كلها. من أصلي كم سيد المال؟ يا فندم لا يوجد هناك العدد يكرر البعض رقم المعين هو غير صحيح لسألت كثير من المختصين. ما هو العدد الفعلي للمساديين في مصر سواء الجنائيين أو السياسيين؟ يقول أن العدد متغير لأنه في اليوم إذا كان هناك البعض يدخل فهناك البعض الأكثر يدخل. وهل من المعقول أن تكون هناك لجنة شكلت بقرار رئاسي من أعلى سلطة في الدولة؟ ولا يمكنها الحصول على أرقام رسمية؟ يعني السجناء ليسوا في مناطق عشوائية. هم في سجون لديها سجلات ولديها أرقام. وبالتأكيد هناك حصر لأعدادهم. نعم سأقول لك النقطة الجوهرية عدد كبير من أولا ينبغي علينا تعريف من هو السجين السياسي. هذه نقطة جوهرية لأنه كثير من المهتمين بحقوق الإنسان في الخارج وبعض حتى الداخل يقولون أن هذا العدد ينطبق على سبيل المثال الذين أدينوا في قضايا إرهاب وعنف حقيقي. الذين فجروا كنائس الذين أحرقوا منشآت الذين هجبوا المقارات الشرطة والجيش في مناطق مختلفة الذين قتلوا القضاء. هل هؤلاء مساجين سياسيين؟ وبالتالي نقول أن عدد المساجين كذا أو كذا. هذه نقطة جديرة بأن أنقلها إلى ضيفي من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي سابق ويليم لورنس. واسمح لي بنقلها عنك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين. سيد ويليم هل من الواضح أن هذه الرسالة أو هذه المطالبات المتكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سواء من الكونغرس الأمريكي أو من غيرهم هي للمطالبة بمن تلطخت أيديهم بالدماء أو من شاركوا بالفعل في أعمال عنف؟ لا، الأمر ليس كذلك. يتعلق الأمر بـ 67 ألف معتقل سياسي منذ 2014 والولايات المتحدة كانت تطالب بإطلاق صراحهم وفقط 10% تم إطلاق صراحهم. وتحدث زميلي بن خالدون عن التعريف الحوكمة وهي مؤسسة يفترض أن تقول أن الدولة هي أساس العدل. ويقول أن رغم هذه الانتقادات ورغم هذه الرسائل كل سنة تقريبا يضاف إلى تلك الأعداد من 5 ألاف إلى 6 ألاف. ونحن نعلم أن أغلبهم تم اعتقالهم بسبب قضايا الرأي وليس بأعمال فيما يسمى عنف أو إرهاب. تقريبا 25 في المئة من المساجين بصفة عامهم في قضايا رأيي وربما قد يكون الرقم أعلى من ذلك. ولكن سيد ويليام ضيف من القاهرة يقول إنه لا توجد هناك أعداد رسمية وأن الأرقام الكلية بها بعض الأشخاص الذين بالفعل ودينوا في اتهامات متعلقة بأعمال إرهاب وغيرها. من أين تحصلون على الأرقام الرسمية إن لم يكن هناك أرقام معلنة من قبل السلطات المصرية؟ نطلق كل هذه المعلومات من منظمات حقوق الإنسان وهناك تقارير سنوية تتحدث عن عشرات الألاف من سجناء الرأي. وتتحدث هذه التقارير كذلك من أكثر من 52 سجين رأيي لقي حتفه في السجون. ولدينا حتى الأسماء وكذلك منهم من هم يحملون الجنسية الأمريكية. واتهام البعض بالإرهاب لا يعني ذلك أنهم فعلا إرهابيون. عندما ربما قد نتحدث عن بعض الألاف فقط من من هم ورطون في الإرهاب. استخدام ورقة المساعدات الأمريكية لمصر ليس المرة الأولى ولا يبدو وفقا لما نراه أنه سيكون المرة الأخيرة. هل تبدو إدارة بايدن فعلا جادة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان المصري أم أن هذه الورقة للتلويح من أجل الضغط؟ حسناً، ذلك هو خيار السلطة المصرية والولايات المتحدة فقد تحاول وضع بعض الضغط. وحتى لو أدى ذلك إلى تحرير عشر في المئة فأنها نتيجة إيجابية. ولكن أعتقد أن العلاقة بين مصر المتحدة هي علاقة جيوستراتيجية مثلما تفضل ضيفكم الكريم. وهناك تعاون كبير وهناك مستوى شراكة عالي جداً. وعلاقات عميقة وقوية بين البلدين. لا ننسى أن هناك عشرات الألاف من المصريين يعيشون في المتحدة. ونفس الشيء ينطبق على الأمريكيين الذين لديهم علاقات وطيدة أو يعيشون في مصر. ومثل ما قال توني بلانكن العلاقة ستكون ربما أفضل وأقوى لو تم العناية والإفاء بالتعاهدات فيما يخص ملفات حقوق الأنسان في مصر. شكراً جزيلاً السيد ويليام لورنسا الدبلوماسي الأمريكي. سابق كنت معنا على الإنترنت من واشنطن. الكتب الصحفي عماد الدين حسين. مصر تستحق أن تحقق تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان. ليس لاستجابة لضغوط أمريكية ولا لإرضاء المجتمع الدولي. ولكن لأنها تستحق. لأن مصر تستحق ذلك. والشعب المصري يستحق ذلك. ومثقفين مصر يستحقون ذلك. إلى أين مدى تتفق مع هذا؟ أتفق مع هذا الأمر تماماً. وكتبت كثيراً في مقالاتي في الشروق وفي أماكن كثيرة. وتحدثت كثيراً أننا حينما نتحدث عن حقوق الإنسان. فلا ينبغي أن يكون ذلك لإرضاء أمريكا أو أوروبا أو أي جهة أخرى. لأن الأمر يتطلب. هذا ما يستحقه المصريون بالفعل. لكن عندما نتحدث عن هذا الموضوع. ينبغي أن نتحدث في إطاره العام الأساسي. بمعنى أننا لا ينبغي عن المصريين بأي صورة من الصورة. يخضع هذا الامتزاز الأمريكي لبعض الجهات في الولايات المتحدة. لأنه ضيفك العزيز كنت أتمنى أن يكون موجوداً معي حتى يسمع ملاحظاتي على مداخلاته الأساسية. يقول نعتقد أن هناك كذا. نعتقد أن 52 شخص توفى في استوديوون هارل. تطلع على كيفية وفيات هذه الوفيات بالضبط. ألا نتصور أن هناك أشخاص يموتون موتة طبيعية. هذه نقطة. هو يتحدث عن أرقام غريبة بالفعل. لأن العدد يتغير بالفعل. عدد الذين خارجوا. هناك جهد حقيقي وتطور حقيقي في هذا الملف. منذ بدء الحوار الوطني. لا أدافع عن ضيفي هنا سيد عماد. ولكن ألا يبدو لك أن هناك مشكلة متعلقة في شفاثية الحكومة المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر؟ إن لم يكن لدينا أرقام واضحة موثوقة. إن لم يكن هناك تقارير واضحة موثوقة بشأن الوفيات. وقدرة من السلطات المصرية سواء السجون أو غيرها من الإدارات. على إثبات ما تقوله رداً على هذه التهم. ألا يعد ذلك بالنسبة إليك. وأنت صحفي ذا تاريخ طويل من العمل الصحفي قبل أن تكون بمجلس الشيوخ أو بالحوار الوطني. ألا يعد ذلك مصدر قلق بالنسبة لك؟ يا فندم أكرر للمرة المليون. أنا ضد كصحفي. أنا رئيس تحريك جريدة الشروع. وازي مهنة الأساسية. أرفض أي اعتقال أو قمع لأي شخص على حسب رأيه. هذا موضوع قولاً وحداً حتى يكون الكلام واضحاً. وقررت هذا الكلام في قناتكم وفي عشرات القنوات وفي عشرات المقالات. لكن مرة أخرى. ونحن نناقش هذا الملف علينا أن نناقشه بوضوح وفي طارشاً. بمعنى أن عدد من المتقلين في مصر على سبيل المثال. الذين اتهموا في قضايا واضحة. هم اعترفوا. بعضهم قالوا نعم كنا نفجل وكنا نريد إسقاط الحكم. تم القبض عليهم وتم إيلاعهم السجود. هؤلاء هذه الأسماء وهذه الأعداد لدى جهات في الغرب يريدون إطلاق صراحة لأنهم ينتبون لي قوة سياسية موارضة. فكيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟ هل الأمر مر أخر؟ هل الأمر مثال في مصر إطلاقاً؟ مصر مرت بمرحلة صعبة جداً وتحديات صعبة. وكان هناك تهديد حقيقة للدولة المصرية والمصريين. وجرى تفجيرات وجرى إرهاب وجرى إحرق مؤسسات ومنشآت وكنائس. وقتلت 300 شخص مصري في تفجير مسجد الرضا في شمال سينا. فجر بواسطة إرهابيين تباهوا بذلك. الذين قاموا بتفجير هؤلاء هل يستحقون شفقة أو رحمة؟ هذه نقطة نقطة أي مسجول رأي سواء كان من هذا الفصيل أو ذاك من هذه القوة أو ذاك. يستحق أن يفرج عامل إذا كان مزدوناً فقط على ذمة قضايا الرأي. هذا هو موقف الواضح. سأستغل هذه الفرصة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين. لأذكر بأن زملائنا الصحفيين ما زالوا قيد الاعتقال في مصر دون محكمة ولا تهم واضحة. وحتى هذه اللحظة أحدهم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي. هذه رسالتنا دائماً بأننا نطالب بالإفراج عن زملائنا الصحفيين. وهم محبسين على ذمة قضايا الرأي وإن لم تكن هناك أصلاً تهمة واضحة لهم حتى هذه اللحظة. بالإضافة لأسماء كثيرة لم يشاركوا لا في أعمال عنف. ولم يثبت ذلك ولم تشملهم هذه الرسالة. شكراً جزيلاً لكاتب الصحفي عماد الدين حسين. عضو مجلس الشيوخ. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. كنت معنا على إنترنت من القاهرة. لك جزيلاً شكراً.